اشتركوا في القناة وزير الصحة يؤكد ان التامين الصحي يشمل المتقاعدين اول قبل تعميم التجربة على شرائح اخرى وانطلاق فعاليات الاجتماع الاول لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس دول التعاون لتفعيل الاليات التعاون الخليجية في المجال الاجتماعي ايوة سادة اهلا ومرحبا بكم بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وارعاه ببرقية تهنية الى فخامة الرئيس جيمس الكس ميشيل رئيس جمهورية السيشل الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار بعثا سموه للعهد شيخ نوافل احمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنية الى فخامة الرئيس جيمس الكس ميشيل رئيس جمهورية السيشل الصديقة ضمنها خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية كما بعثا سموه شيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنية مماثلة استقبل سموه للعهد شيخ نوافل احمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سموه شيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح كما استقبل سموه للعهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ترأس سموه شيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في قصر السيف الليلة الماضية اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وقالت معالي وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون التخطيط والتنمية في هند الصبيح في تصريح عقب الاجتماع قالت ان سموه رئيس مجلس الوزراء اعربة في مستهل الاجتماع عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واسهاماته الفاعلة في عملية التخطيط والتنمية وطرح الحلول الناجعة لكثير من القضايا التي من شأنها دفع عمليات الاصلاح المنشود واضافت ان المجلس ناقش في بداية الاجتماع مسودة الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات الفين وخمسة عشر الفين وستة عشر الفين وتسعة عشر الفين وعشرون التي انتهت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من اعدادها وذلك تمهيدا للمصادقة عليها وإحالتها الى مجلس الام والموقر واضحت ان الخطة الجديدة تقوم على منهج التخطيط التأشيري الذي اقره المجلس الاعلى والذي يعتمد على تبني مجموعة من الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي ستسعى الخطة الى تحقيقها خلال السنوات الخمسة المقبلة من خلال مشروعات الخطة السنوية كما تضمنت تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاز سياسات الخطة ومستهدفاتها واضافت الوزيرة الصبيح ان المنح الجديد في اعداد الخطة تمثل في تضمينها توصيات المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وتقارير لجانه واقتراحات بعض اعضائه والاستعانة بالدراسات التنموية مثل تقارير ماكينزي وتوني بلير ودراسات للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين اضافة الى توظيف الخبرات المكتسبة من بناء الخطط الانمائية الاولى ونتائج تقديم الاداء التنموي لها كما تم استخدام المؤشرات العالمية كاحد اوجه تقديم او تقييم الوضع الراهن واشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة فاعلة واضحت الوزيرة الصبيح انه تم اختيار الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بدعم من اللجان النوعية للمجلس الاعلى واشارت الى ان الخطة الجديدة تتبنى مسارين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة واولهما مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية والجهاز الاداري للدولة اما الثاني فيتمثل في تعصيل عمليات التحول للتحقيق الرؤية التنموية ويقع ضمنه تطوير المنطقة الشمالية للبلاد وتوفير الشروط للتحول الى مركز مالي اقليمي واستمرار الاهتمام بمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها ويقع ضمن المسار الثاني ايضا وفقا لما قالته الوزير الصبيح تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية اضافة الى الاستغلال الامثل لعوامل قوة الكويت وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لصالح تحقيق الرؤية التنموية يضاف الى كل ذلك تفعيل الادوار التنموية لمنظمات المجتمع المدنية واستكمال وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية وجاء تحسين مستوى والمعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي في مقدمة ستة اهداف استراتيجية متوسطة الاجل للخطة عددتها الوزيرة الصبيح اما الاهداف الخمسة الاخرى فهي رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وتطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتية ورفع كفاءة الادارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا واخيرا تعزيز الهوية الاسلامية والعربية وعربت الوزيرة الصبيح عن املها في ان تسهم الخطة الانمائية الجديدة ومن خلال مشاركة كل القوى الوطنية الفاعلة ومختلف فئات وشرائح المجتمع الكويتي فيها في تحقيق طموحاتنا وامال جميعنا في نهضة وطنية شاملة تعيد الكويت الى الموقع الذي تستحقه متألقة في الاقليم والعالم كما اعربت عن املها ان يقدم مجلس الامة الموقر الدعم اللازم للخطة الجديدة حتى نعمل مجتمعين على البدء الفوري في تنفيذها لتعويض ما اهدر من وقت ثمين دون فعل او انجاز مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع في مؤسسات وافراد من اجل انجاز هذه الخطة لتحقيق غاياتها الوطنية وعبرت الوزيرة الصبيح عن خالص الشكر والتقدير للسادة اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط وتنمية ولجاني المختلفة على كل ما قدموه من اراء واقتراحات وافكار ساهمت في اخراج الخطة الانمائية بشكلها الجديدة كما شكرت ايضا كل من ساهم في اعداد الخطة من العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط وتنمية وكانت وزراته ومؤسسات الدولة المعنية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني على اسهامها في انجاز الخطة استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي وزير العدل بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في قصر بيان اليوم كل من معالي محافظة مبارك الكبير الفريق اول متقاعد احمد عبداللطيف رجيب ومعالي محافظة حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح ومعالي محافظة محافظة الاحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح ومعالي محافظة الجهراء الفريق ركن متقاعد فهد احمد عبداللطيف الامير ومعالي محافظة محافظة الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالج الصباح ومعالي محافظة محافظة العاصمة الفريق متقاعد ثابت محمد حسن المهن وجرى خلال اللقاء استعراض السبل والخطوات الكفيلة بتنفيذ المرسوم الصادر بشأن المحافظات والسعي الحثيث نحو تذليل كافة العقبات بما يكفل قيام المحافظات بدورها المأمولة وأشاد سموه في هذا السياق بالجهود المخلصة التي يقوم بها المحافظون مؤكدا على ضرورة تعاون المسؤولين في كافة الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة في تنمية المحافظات حضر المقابلة معالي الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الرضان استقبل سموه شيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون التخطيط وتنمية هند الصبيح استقبل في قصر بيان اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الدكتور فاطمة محمد البلوشي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ومعالي جميل محمد علي حميدان وزير العمل بمملكة البحرين ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ومعالي عادل بن محمد بن عبدالقادر وزير العمل بمملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر عبدالله البكري وزير العمل بسلطنة عمان ومعالي عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة قطر وذلك بمناسبة عقاد اجتماع وزراء الشؤون ووزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت حضر المقابلة الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديواني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح يشارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالإنابة الدكتور عبد المحسن المدعج في احتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيس أنكتاد مما تعكس مدى تقدير الكويت للدور الهامة الذي تقوم به هذه المؤسسة الأممية في التعاون مع التحديات الاغتصادية التي يمر بها العالم دوما استثنائية بقصر الأمم المتحدة بجنيف احتفل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد بمرور خمسين عاما على إنشاء منظمة الأنكتاد وشاركة الكويت وفض الرفيع المستوى ترأسه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والتربية والتعليم بالإنابة الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج يجب تكتيف الجهود من أجل مكافحة الفقر والقضاء عليه وتوسيع قنوات الخدمات الاجتماعية في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون طالب معالي الوزير منظمة الأنكتاد باتخاذ حزمة من التدابير السياسية والإصلاحات المؤسسية على الصعيد الوطني والدولي من أجل تحسين سبل العيش في البلدان النامية يجب على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اقتراح مجموعة من التدابير السياسية العامة والإصلاحات المؤسسية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل رفع مستوى المعيشة في البلدان النامية وبناء على قدراتها تحمل أزمات خارجية ومساعدتها على مواصلة الاندماج المتوازن في اقتصاد العالمي اعتبر معالي الوزير المساهمات والمساعدات التي قدمتها الأنكتاد في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني والاستعدادات لإقامة دولة فلسطين هامة وفعالة ومحل تقدير واعتبار من حكومة وشعب دولة كويت يلعب الانكتاد دورا فاعلا وهاما لكافة الدول العالم الغنية منها والفقيرة النامية والأقل نموا ولكن حاجة الدول النامية لخدمات الانكتاد أكثر الحاحا وأهمية لذلك كانت المساهمات والمساعدات التي قدمتها الانكتاد في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني والاستعداد في إقامة دولة فلسطين هامة وفعالة ومحل التقدير واعتبار من حكومة وشعب دولة كويت بل ورط توافق العراء من أجل محاربة الفقر والقضاء عليه هي أحد الأولويات التي تزعى منظمة الانكتاد لتعزيزها طاها يوسف حسن تلفزيون الكويت الأمم المتحدة جونيف أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم بأن التأمين الصحي للمواطنين سيطبق على شريحة المتقاعدين أولا وبعد نجاح التجربة سيتم إضافة شرائح أخرى وقال الوزير العبيدي في تصريح عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية قال إن التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين هي تجربة أولوية لمفهوم التأمين الشامل للمواطنين ويمكن من خلالها دراسة هذه التجربة لتفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التأمين مستقبلا لافتا إلى أن أي نظام صحي يطبق على عدة مراحل وليس بمرحلة واحدة شاملة وأوضح الدكتور العبيدي أن هناك ستة خدمات أساسية في قانون التأمين الصحي وهي العيادات الصحية وخدمات الأسنان العادية والخدمات الجراحية مع عدد تجميل والأدوية الطبية والأشعة المخبرية والإقامة والدواء والعلاج إذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والإضطرارية مضيفا أن لوزير الصحة الحق وفق القانون حذف أو إضافة أي خدمة طبية أخرى وأكد وزير الصحة أن المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشأن التأمين الصحي مشيرا إلى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات أخرى انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث مناقشة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأحلى وتفعيل آليات التعاون المشترك بين دول المجلس بعد الاجتماعات الخاصة بوكلاء العمل والشؤون جاء دور الوزراء ليحقق العديد من الإنجازات المتميزة في كل المجالات فالاجتماع الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون جاء ليعزز العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية باعتباره يولامس احتياجات الأسر الخليجية كفة يحفل جدوى العمالنا في هذا الاجتماع بموضوعات هامة ومستجدة تعاكس اهتمام لجنتكم الموقرة بعملية التنمية في ظل المتقيرات من حيث تعزيز مساهمة المرأة ودعم دورها مع تمكينها من المشاركة في تطوير المجتمع وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية النهوض بالطفل وتحليل المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا من أجل العمل على وضع الحلول المناسبة والتي تتماشى مع قيمنا العربية والإسلامية وكذلك توافقها مع توجهات التنمية العالمية وبناء الإنسان وانا من أبرز الموضوعات المطروحة أمامكم في هذا الاجتماع انشاء لجنة الوزارية التي نتمنى التوفيق لحمالها مع التأكيد على ان دورها يرتكز على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وتفعيل آليات التعاون المشترك بين دول المجلس للوصول بتنفيذها على أرض الواقع فيما يخدم مجتمعاتنا واعتماد النظام الداخلي الموحد والذي سيكون بمثابة الإطار التنظيمي لعمل اللجنة وقرار المجلس العلى في دورته 24 المتعلق بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية اسوى بالاتفاقات والمعاهدات الدولية ولتحقيق التكامل والتنصيق المشترك لاتخاذ خطوات بناء حول قضايا العمل والعمال عقد اجتماع آخر لوزراء العمل والذي يعد فرصة تاريخية لاتخاذ العديد من الموضوعات الهمة إن التحديات التي تواجه دولنا في الوقت الراهن هي تحديات مشتركة وإن تفاوتت بين دولة وآخرة فتشغيل القوى العاملة الوطنية متفاوت في الوقت الحاضر إلا أن جميع الدول سوف تواجه نفس المشكلة مستقبلا كما أن الاعتماد المفرط وغير المدروس على العمال الأجنبية سيكون له تداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وحقوقية دعا دول مجلس التعاون إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية في هذا الإطار ومنها الارتقاء بجودة التعليم والتدريب المهني والحد من فرص التشغيل في القطاع العام والتحرر التدريجي من القيود المفروضة على انتقال العمالة الأمر الذي يحتم أن تتكامل سياسات سوق العمل الخليجي وتتلاقى مع السياسات الحكومية الأخرى مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي احتفت بالعديد من الانجازات التي ساهمت في تفعيل العمل الخليجي المشترك من خلال هذه الاجتماعات التي شكلت فرصة قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات المشتركة مروام حرام تلفزيون دولة الكويت بمشاركة كويتية فاعلة تواصلت أمس في القاهرة اجتماعات الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربية بالقاهرة انطلقت اجتماعات الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربية برئاسة أحمد الجروان رئيس البرلمان وذلك بمشاركة إيجابية وفاعلة من دولة الكويت اعتماد الاتفاقية اتفاقية الحصانات الدبلوماسية بين دولة المقر ودولة جمهورية مصر العربي والبرلمان العربي ولا زالت فيه طور الصياغة الى الان وثم سوف يجلس الجانبين الاتفاق على وضع الصيغة النهائية لهذا النظام ايضا تطرق البرلمان العربي الى موضوع محكمة العدل او مشروع نظام محكمة العدل العربية وصار فيها تداخلات والسجال وهذه ظاهرة صحية البرلمان العربي ان تكون هناك معارضة وهذه ممارسة برلمانية جيدة ان تكون هناك اختلافات في وجهة النظر الان يدور نقاش حول محكمة حقوق الانسان هناك تطلع وهناك نية لدى القادة العرب بان يتم انشاء محكمة لحقوق الانسان على مستوى الوطن العربي ويكون تابع لجامعة الدول العربية وكان هناك رأي للبرلمان العربي اعتقد طلب من البرلمان العربي ان يبدو رأيهم في انشاء هذه المحكمة ونحن بصدد مناقشة هذا الامر واعتقد انها خطوة جديرة بالاهتمام وخطوة مهمة جدا تناولت الاجتماعات تطورات الاوضاع في المنطقة العربية وتمت الدعوة الى نبز الارهاب والعمل على وقف النزاعات الداخلية كما تم بحث كيفية الاعداد لندوة الامن القومي العربي البرلمان العربي وكل مواطن عربي وكل قائد عربي حر ينبذ الارهاب وكل الديانات السماوية والوضعية وكل قوانين ترفض الارهاب جملة وتفصيلة البرلمان العربي يعني يرى بان تبني اي جهة دولية او ان كانت اقليمة لبؤر ارهابية سوف تلقي بحمامها وشررها مرة اخرى على هذه الدول ان تكون هناك حصانات لعضو البرلمان العربي اسوة في برلماناتنا في دولنا لان يجب ان يكون عضو البرلمان العربي يحمل ايضا حصانة لان في النهاية هو يمثل الشعب فكل هذه الامور تم مناقشتها وايضا عندنا امور كثيرة وعندنا طموح كثيرة نحاول ان نحققها للشعب العربي لان اليوم صحيح ان امثل انا امثل برلمان الكويتي ولكن الان امثل برلمان العربي لو كان ممثل للشعوب العربية كافة يأتي هذا الاجتماع استكمالا لمسيرة البرلمان العربي في تفعيل التعاون العربي المشترك والعمل على توحيد الصفوف للتغلب على التحديات التي تواجه الدول العربية بما يحقق الامن والاستقرار ويضمن للمواطن العربي الحياة الكريمة التي يتطلع الى استقرار هيبا يوسف تلفزيون دولة الكويت القاهرة اعلن تلفزيون دولة الكويت عن دورة برامجه لشهر رمضان المبارك وذلك خلال حفل فنية اقامه التلفزيون بحضور وكيل وزارة الاعلام صلاح المباركي ونخبة من الفنانين الكويتيين والعرب المشاركين في الدورة واكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى في كلمة خلال الحفل حرص الوزارة على اختيار افضل برامج الدراما الخليجية والعربية التي ترضي جميع الادواق والفئات في المجتمع الكويتية مشيرا الى اختيار شعار يا حلو جمعتنا شعارا للدورة الرمضانية لهذا العام ايوساد البقاء لله انتقل الى رحمة الله تعالى ابداح اهلال اهلي المطيري عن عمر يناهز الخامس والخمسين انتقلت الى رحمة الله تعالى مريم احمد اليوسف ارملت احسين علي الحاضر عن عمر يناهز الثانية والتسعين انتقلت الى رحمة الله تعالى حمدية ابراهيم سيد عمر ارملت عبد الكريم احسين التتان عن عمر يناهز الرابعة والثمانين وسيوارج اثمان ثرى التاسعة من صباح غد ان الله وان اليه راجعون ختاما سيدات وسادة لنشرتنا اليكم عادة لمجزها في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتحديد الاهداف وزير الصحة يؤكد ان التامين الصحي يشمل المتقاعدين اولا قبل تعميم التجربة على شرائح اخرى وانطلاق فعاليات الاجتماع الاول لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس دول التعاون لتفعيل آليات التعاون الخليجية في المجال الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة